تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراب مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤه فهم غافلون لقد هق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونتوب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسويناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أشهاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه تنجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما ذفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شعهة واحدة فإذا هم خامدون يا هسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أملكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا محبرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من لقيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا هملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معربين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أبعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الشور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهبرون فاليوم لا تهلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أشحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا شراط مستقيم أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفاهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لنرى من كان هيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محبرون فلا يهزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين وضعب لنا مثلا ونسي قلقه قال من يهي العظام وهي رميم قل يهييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخبر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو القلاق العليم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون شدق الله العظيم